الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عزقنا طلاب مرحلة الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال المستوى الرابع تخصص التسويق على موعد النهاردة في محاضرة جديدة تخص مقرر السوشال ماركتنج أو التسويق الاجتماعي المحاضرة تعتبر هي اللاين رقم واحد بتاريخ 21 مارس 2020 المحاضرة في مقرر التسويق الاجتماعي تتعلق برأس المال الاجتماعي والإنتاج الاجتماعي المحاضرة يعني يتم إلقاءها وإعدادها تحت مظلة قسم إدارة الأعمال كلية التجارة جمعة كفر الشيخ مع حضراتكم الدكتور ممدوح عبد الفتاح يوسف بإذن الله تعالى سنتناول النهاردة موضوع رأس المال الاجتماعي والإنتاج الاجتماعي بين كسين ده الفصل الثالث في الكتاب المكرر علينا إن شاء الله الفصل الثالث هناخد منه جزء ونستكمل الجزء الآخر في المحاضرة القادمة بإذن الله الفصل الثالث عموما يتكون من النقاط التالية النقطة الأولى رأس المال الاجتماعي النقطة التانية التماسك الاجتماعي النقطة الثالثة الإنتاج الاجتماعي الفصل الثالث بالمكونات دي هيتم استعراضه وفق النقاط الآتية النقطة الأولى التعريف والمفهوم المفهوم الاجتماعي للإنتاج الاجتماعي المفهوم الاقتصادي للإنتاج الاجتماعي مفهوم حقوق الإنسان للإنتاج الاجتماعي البعد الثقافي والنفسي للإنتاج الاجتماعي البعد السياسي للإنتاج الاجتماعي هنتناول في النقطة الرابعة من الفصل التطور التاريخي لمفهوم رأس المال الاجتماعي وأخيرا المجتمع المدني ورأس المال الاجتماعي النقطة الأولى اللي هنتناولها النهاردة بإذن الله رأس المال الاجتماعي ما المقصود برأس المال الاجتماعي أو ما المعني أو ما المفهوم المتعلق برأس المال الاجتماعي رأس المال الاجتماعي كمفهوم لا يختلف كثيرا عن كل أنواع رأس المال بمعناها ومفهومها الإنتاج بمعنى أن رأس المال الاجتماعي زي باقي رؤوس الأموال ينصب دوره على تحقيق هدف يصعب تحقيقه في الغالب رأس المال الاجتماعي ينطوي عليه تحقيق أهداف صعبة أو مستحيلة أو صعبة المنال إذا نقدر نقول أن رأس المال الاجتماعي زيه أو مثل باقي أنواع رؤوس الأموال بيكون مصير بهدف في صعوبة في تحقيقه لكن يمكن تحقيقه في ضوء رأس المال الاجتماعي رأس المال الاجتماعي أهم ما يميزه أنه يسخر العلاقات بين الأفراد أو بين الأشخاص من أجل تحقيق هذه الأهداف صعبة المنال أو اللي بيكون فيه مشكلة في تحقيقه الشيء الآخر الشيء الآخر أن مفهوم رأس المال الاجتماعي ونظرية رأس المال الاجتماعي لها أصول تتعلق بالعلوم الاجتماعية تتعلق بمواد التنظيم الاجتماعي رأس المال الاجتماعي يعتبر مصدر كامل للقيمة بمعنى أنه يسخر العلاقات بين الأشخاص أو بين الأفراد وتحويل الطاقة الكامنة إلى أهداف قابلة للتحقق في ضوء استراتيجيات مثمرة بمعنى أن رأس المال الاجتماعي قائم على دمج الجهود أو دمج العلاقات الاجتماعية وتحويلها في ضوء استراتيجية واضحة ومحددة لتحقيق أهداف هي في الواقع صعبة التحقيق لكن من خلال تسخير هذه الأعمال والجهود يمكن تحولها إلى واقع رأس المال الاجتماعي كفكر يعتبر روبرت ديفيد بوتنام العالم السياسة الأمريكي المشهور هو الأب الروحي لهذا المصطلح يعني رأس المال الاجتماعي كمصطلح يرجع التفكير فيه أو ظهوره للنور إلى عالم السياسة الأمريكي ديفيد بوتنام وده أستاذ في جامعة هارفورد وفي جامعة منشستر الأمريكية اعتبر ديفيد بوتنام أن رأس المال الاجتماعي ده ركيزة أساسية يمكن من خلاله أن أنا أسخر الشبكات الاجتماعية أو الجهود الفردية وتحولها إلى قيمة قيمة دي أقصد بيها بين قصين هدف أو يقصد بيها غاية مشتركة بين الأفراد داخل الإطار الاجتماعي أو داخل البوتقة الاجتماعية أو الشبكة الاجتماعية دي رأس المال الاجتماعي بالصورة اللي احنا شايفينها كما لو كانوا قيمة إذن هوك كمصطلح يستحق الاهتمام كمصطلح جدير بيه أدراس كمصطلح يرتبط بيه معاني ومدلولات بين قصين صحة أفضل حياة أطول ثروة أقوى تعليم أفضل حياة ديمقراطية أكثر قوة للمجتمع إذن داك مصطلح اجتماعي له الكثير من الدلائل التي تعكس قوة الترابط داخل الشبكة الاجتماعية اللي بتضم الأفراد المكونين له رأس المال الاجتماعي يمكن الإشارة إليه على أنه قيمة مجتمعية تنبه تلقى القيمة من الشبكات الاجتماعية العاملة في المجتمع اللي بيضمها أو يحتضنوا الشبكات الاجتماعية تحتوي أفراد لديهم رغبة أكيدة في مساعدة بعضهم البعض إذن رأس المال الاجتماعي قيمته تنبع من شبكة اجتماعية تحتوي أفراد لديهم رغبة مشتركة في مساعدة بعضهم البعض وتكوين غاية أو هدف مشترك بين الجميع ويسعى الجميع إلى تحقيقه وإنجازه مفهوم رأس المال الاجتماعي يمتد ويشمل كافة المنظمات والمؤسسات يمتد ويشمل العلاقات والعادات اللي بتشكل التفاعلات داخل المجتمع ووفق نوعياته المختلفة فيه كثير من المؤشرات اللي أقدر من خلالها أحكم على مستوى التماسك الاجتماعي داخل المجتمع أو داخل البيئة اللي أنا بقيس رأس المال فيها بحيث أقدر أقول أن درجة التماسك الاجتماعي دي هي المسؤولة عن إنجاز الأهداف هي المسؤولة عن ضمان واستقرار واستمرار المجتمع هي المسؤولة عن تنفيذ البرامج المتعلقة بالتنمية الاقتصادية لأهدافها وبشكل وبصورة مستمرة إذن نقدر نقول أن رأس المال الاجتماعي يرتبط بشبكة اجتماعية تضم أفراد بينهم علاقات وأهداف مشتركة تسير هذه الأهداف في ضوء أو في إطار التماسك اجتماعي تكون النتيجة في الغالب نهضة اقتصادية برامج تنمية مستمرة تحقيق مكاسب على المستوى الفردي والمستوى الجماعي لتلك الشبكات احنا ما نقدرش ننكر أن رأس المال الاجتماعي يرتبط بحجم المنظمات والمؤسسات بس الأهم من حجم المؤسسات والمنظمات دي هو درجة الرابط أو العلاقة بين الأفراد اللي بتشكل تلك المنظمات والمؤسسات يبا هنا أنا ما أقدرش أسلم يعني ما أقدرش أصيغ علاقة ما بين رأس المال الاجتماعي وحجم المنظمات والمؤسسات داخل المجتمع لكن يهمني في المقام الأول فضلا عن مجموعة المنظمات والمؤسسات يهمني في المقام الأول حجم وشكل الروابط الاجتماعية اللي بتربط الأفراد داخل هذه المؤسسات لأن ده معناته إن فيه وحدة في الهدف وحدة في الاستراتيجية وحدة في الرؤية وبالتالي أنا بتكلم على درجة عالية من الترابط الاجتماعي اللي هتكون نتيجته أفضل العواية بتاعته أحسن بتكلم عن تحقيق أسرع لبرامج التنمية وتحقيق مؤشرات أداء على المستوى الفردي والجماعي هتكون أفضل لو فقدت تلك العلاقة والرؤية المشتركة السؤال هل يعني ذلك إن رأس المال الاجتماعي يمكن أن يكون مفيد للتنمية في كافة الأحوال يعني السؤال دلوقتي هل يعني ذلك إن رأس المال الاجتماعي مفيد للتنمية في كافة الأحوال الإجابة لا الإجابة لا رأس المال الاجتماعي قد لا يكون مفيد بصفة عامة وقد لا يكون مفيد في كافة الظروف والأحوال تمام يكون مفيد يكون مفيد طالما كان فيه وحدة في الهدف وفيه برامج لدعم الانتاجية وتماسك المجتمع هنا أنا بتكلم عن مقاومات إيجابية للرأس المال الاجتماعي إنما لو كان تنظيم الشبكات الاجتماعية بتاخد شكل رأسي أفراد ومواطنين أهدافهم فردية بتكلم على توجه فردي نحو برامج التنمية كل شخص يهمه حكته في المقام الأول وتقدم على حاجة الجمهور والجميع إذن هنا أنا بتكلم على رأس المال الاجتماعي غير مجدي بكل رأس المال الاجتماعي مجدي طالما كان فيه وحدة في الهدف وتماسك بين الأفراد شبكة اجتماعية موحدة وجهود منتظمة ومنصقة رؤية وحدة هنا بتكلم على مقاومات إيجابية لرأس المال الاجتماعي في حالة المصلحة الذاتية في حالة الرؤية للعمل تحت المظلة الأبوية اللي بيكون فيها الشخص يرى إحدافه الفردية هي رقم واحد بيكون الموظف شايف إن مصلحته أولا هنا بنتكلم على مقاوم هو في الواقع سلبي لجهود التنمية مقاومات مضادة أو منهضة لبرامج التنمية على مستوى الدولة وبالتالي ما أقدرش أقول إن رأس المال في الحالة دي يكون جيد لبرامج التنمية طالما إن الأهداف فردية تحت مظلة أبوية بل بالعكس في الحالة دي بيكون الأفراد وتفكيرهم وتفكيرهم وتوجهاتهم بتكون عبء على المجتمع وعلى المنظور الاقتصادي والرؤية الاقتصادية للمجتمع عكس الكلام ده لو كان فيه وحدة في الهدف اشتباط في الأفكار مصالح مشتركة فيه مظلة اجتماعية أو شبكة اجتماعية تحمل الأفراد في وحدة هدف أو وحدة مضمون أو وحدة رؤية في ظل قيادة ديمقراطية رشيدة بنقول في الحالة دي إن دي مقاومات إيجابية مقاومات إيجابية تضمن استقرار المجتمع وتقدر تتحول به إلى برامج تنمية منتجة أو مفيدة الرأس المال الاجتماعي الرأس المال الاجتماعي بالصورة الإيجابية يحمل معنى العلاقات التضامنية المنتجة بين الأفراد الرأس المال الاجتماعي الرأس المال الاجتماعي بيحاول في الصورة دي أو بالشكل ده إن هو يكمل مهام التنمية الجماعية يعني هنا أنا بتكلم على الرأس المال في الواقع أحد مقاومات التنمية ضروري عشان أقدر ننفس خط التنمية على المدى البعيد وأستمر فيها إذا الرأس المال الاجتماعي الإيجابي في الصورة دي أو في الحالة دي قائم على شبكات اجتماعية لها هدف واحد هدف رشيد هدف إيجابي تتضافر الجهود من أجل إنجاح المجتمع وإنجاح دوره وأهدافه وفلسفته في الحالة دي أنا بتكلم على رأس المال الاجتماعي إيجابي وليس سلبي إذن رأس المال الاجتماعي أنا بعتبر إنه هو أحد المقاومات الهمة اللي بضمن من خلالها تحقيق أهداف المجتمع وأهدافه الحقيقية إن تحقق ذلك إن تحقق ذلك فإن رأس المال الاجتماعي أقدر من خلاله إن أنا أعود الندرة النسبية أقدر أعود الندرة النسبية في الموارد يعني رأس المال الاجتماعي في هذه الحالة يعتبر هو البديل لندرة الموارد وده اللي بنشوف في دول كتيرة وليكن على رأسها دولة اليابان بالرغم من الفقر المتقح في كل الموارد الطبيعية إلا بنلاقي يعني فيه تنمية على الخطط بعيدة ده المدى بسبب ده بسبب إن فيه رأس المال الاجتماعي يتم سياقته بشكله بفلسفة تضمن تضافر الجهود والتعاون المشترك بين الأفراد في فلسفة ورؤية وهدف واحد يصر عليه الجميع ويؤدي النتيجة به في النهاية تحقيق أهداف الأفراد وأهداف المجتمع في ذات الوقت نقدر نقول إن الخبراء والمتخصصين في مجال التنمية الاقتصادية بيأكدوا على إن رأس المال الاجتماعي ده مهم ومفيد لخدمة الأهداف خاصة الأهداف على المستوى القومي أو الأهداف الكبيرة طبعا بيأكدوا في نفس الوقت إن رأس المال الاجتماعي ده بالشكل ده وبالصورة دي لا يتعارض أبدا مع برامج التعاون والمنح والهبات المقدمة من الجهات أو المنظمات الغير حكومية الأخرى لكن بالعكس يجب أن نقبل التعامل والتفاوض مع تلك المنظمات في ضوء ضمانات قانونية أو حكومية أو وطنية تضمن توظيفها بشكل سليم وفي الأماكن وفي المصارف الشرعية والمقبولة النقطة اللي هتناولها فيما بعد اللي هي عناصر رأس المال الاجتماعي عناصر رأس المال الاجتماعي يعني بتكلم عن عنصر المنتج التسعير التوزيع الترويج لرأس المال الاجتماعي المنتج الاجتماعي عبارة عن إيه هل المنتج الاجتماعي أقصد به سلعة لا قال لي ليس من الضروري أن يكون منتج التسوير الاجتماعي سلعة منتج منتج الأمن الأمن الفحصات الطبية خدمة البنوك فهنا أنا بتكلم على فكرة التسوئ للمنتج الاجتماعي طبعا قيمة المنتج الاجتماعي أيا كان سلعة أو خدمة أو فكرة الممارسة العملية دي اللي بتوضح قيمته أهميته دي اللي بتوضح قيمته وأهميته بالنسبة لجودة المنتج الاجتماعي جودة المنتج الاجتماعي جودة المنتج الاجتماعي أقدر أقسها من خلال دراسة جدوى دراسة الجدوى دي بقدر من خلالها أدرس قيمة المنتج ده ودوره في علاج مشاكل حقيقية داخل المجتمع يعني مثلا فكرة التسويق المضاد للمخدرات التسويق المضاد للتدخين التسويق المضاد لأسباب السمنة المفرطة التسويق المضاد لم مثلا مرض السرطان ومسبباته دي كلها أفكار مؤكد هي كلها مرضود إيجابي هتتقبلها الناس وتتفاعل معاه لأنها بتحل مشاكل على أرض الواقع فهنا كل ما كانت الفكرة المطروحة أو المنتج المطروح يعالج مشاكل حقية في المجتمع كل ما كان يعني يعني مقبول كل ما كانت الفكرة لها دور أنا أنا أقدر أنا أدرس من خلال دراسات أو بحوث ميدانية عن مشاكل موجودة أبدأ أحدد المنتج الاجتماعي اللي ممكن يتناسب مع المشاكل دي وأبدأ أعمله خطة أو فلسفة عمل من خلال طرحه على الناس وشوف رد فعل الناس تجاهه يعني كي أني بعمل دراسة جدوى للفكرة الاجتماعية أو المنتج الاجتماعي اللي بتم عرضه لحل مشاكل وقعية على أرض الواقع النقطة التانية اللي هنتناولها في الجزئية دي اللي هي عناصر رأس الماء الاجتماعي هي ما تتعلق بالتسعير أو سعر المنتج الاجتماعي سعر المنتج الاجتماعي أقصد به هنا الكوست أو التكلفة التكلفة اللي هيسدتها الأفراد المستفيدين من المنتج الاجتماعي طبعا التكلفة دي عبارة عن money فلوس بتدفع أو عبارة عن موقف أو عبارة عن رأي أو عبارة عن اتجاه بيتم التخلى عنه أو عبارة عن اتجاه جديد يتم تبنيه يعني هنا أنا أتكلم على action بيتم اتخاذه تصرف بيتم اتخاذه يأما في صورة أموال تدفع أو أفكار بتغير أو توجه بيعطنق أو فكرة بيتم التخلى عنه دي كلها بتمثل ايه الpay دي ده الجزء المدفوع من المنتج بتاعي بس خلي بالكم دايما المستهلك انتهازي يعني دايما المستهلك بيحاول يقارب ما بين السعر المدفوع وما يحصل عليه من المنافع فإذا كان سعر المنتج أكبر من المنافع اللي بيحصل عليها إذن الفكرة دي بتكون مرفوضة والعكس إذا حصل المستهلك على فوائد هي أعلى من السعر اللي دفعه يكون مقبولة ويكون مستعدة لتبني الفكرة وكمان الترويج لها تمام فهنا احنا بنحاول بنحاول أن يكون قيمة المنتج أعلى أصد هنا الفوائد أو المنافع اللي بيحصل عليها المستهلك المنافع الشخصية تتجاوز في قيمتها ما يدفعه أو ما يتكبده المستهلك أو العميل من قيمة أو من سعر يدفع في المقابل العوامل اللازم أخدها في حسابي وأنا بحدد سعر المنتج الاجتماعي زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي كثيرة يعني في مجموعة من العوامل لابد أن أنا أخدها في حسابي وأنا بحدد سعر المنتج الاجتماعي العامل الأول أو المؤشر الأول اللي أخده في حسابي أن لو كان سعر المنتج الاجتماعي منخفض جدا عن سعر الحقيقي في السوق الناس لا تقبل عليه وبيعتبر أن المنتج في الحالة دي منتج غير جيد أو ضعيف الجودة أو لا يستحق التبني يعني دايما المستهلك بالخطأ بيربط ما بين سعر المنتج وجودته انخفض سعر المنتج هو يدرك أو يعتقد أو يظن أن جودته منخفضة طبعا ده بين قصين اعتقاد خاطئ تمام ده مؤشر رقم واحد المؤشر رقم اتنين أن حضرتك لو رفحت سعر المنتج بشكل مبالغ فيه جدا لدرجة أن الناس ما تقدرش أو لا تتحمل أن هي تدفع المبلغ ده أو القيمة دي في الحالة دي سوف يعزف المستهلكين عن الشراء أو التعامل أو تبني الفكرة المطروح الحل أنه على المسؤولين أو القائمين على التسعير أنه هما يصعروا من منظور نفسي واجتماعي بمعنى أن حضرتك لازم تأخذ في اعتبارك وانت بتحط السعر القدرة على الدفع يعني هنا لازم تأخذ في اعتبارك القيمة النقود مستوى الدخول الرغبة في التغيير وبما لا يضر تقديرات الناس للجودة يعني حضرتك لا تتهاون في التسعير ولا يعني تغالي أو تبالغ في ربط مبلغ معين على المنتج اللي بيتم الإعلان له اجتماعيا غالبا غالبا ما يحاول المستهلك أنه يبحث عن التكلفة والسعر والمنافع ويعمل تقدير مبدأي ويفاضل ويأخذ قرار شخصيا أو بشكل ذاتي من خلال البحث أو الاستقصاء أو التحري أو الدراسة الميدانية استهلك قبل ما يقوم بعمل أو تعاقد معك بيبدأ يقيم المنتج الاجتماعي اللي بيتم طرحه وبيعمله دراسة جدوة ويفلتر البدائل الأخرى ويقارن ويأخذ قرار ويحدد إذا كان هيتعامل مع حضرتك اجتماعيا ولا لا الشكل التالت توزيع المنتج الاجتماعي طبعا كلمة توزيع دي ترتبط بتصريف المنتجات هنا اجتماعية يعني أنا هنا ببحث عن الطريقة التي يصل بها المنتج إلى المستهلك أو المستهدف طبعا هنا بين قصين أنا بتكلم عن سلع أو خدمات أو أفكار في حالة السلع الموضوع بسيط هذه السلعة وهذه نظام التوزيع وهذه مكان التخزين وهذه وسيلة النقل وده اللي بيقوم بالتوزيع وده أماكن البيع والتوزيع فالأمور كلها سيستيماتيك بتتم أما في حالة الخدمات في حالة الخدمات الوضع المختلفة لأن هنا بتكلم على الخدمات بشكل أفكار تغير السلوك أو تغير العقيدة بتاعت متلقي التسويق الاجتماعي أو الفكر الاجتماعي فهينا أنا بتكلم على اختيار وسيلة إعلام أو أماكن دعاية وسائل التأثير المغرات التسويقية وسائل وأدوات الإقناع الوسيلة التسويقية المستخدمة في النشر والدعاية الشخص اللي بيتعامل معايا في توصيل الرسالة التسويقية الاجتماعية اللي أنا محتاج أن أنا أوصلها من المهم من المهم في عملية التوزيع أن أنا أكون حريص على سهولة وسرعة وصول المنتج الاجتماعي يعني دي شيء مهم بحيث أن المنتج الاجتماعي ده بينكسين سلعة أو خدمة أو فكرة تصل في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة طبعا ده بتطلب أو بيحتاج أن أنا أعرف المستهدف يعني المستهلك ده إيه عاداته إيه ممارساته إيه خبراته إيه هواياته إيه تجربه عشان أقدر أقدمه بالشكل المطلوب طبعا من خلال برامج الفيدباك أقدر أفهم رضا عن الخدمات اللي بتقدم أو السلعة المعروضة إذن أنا أقدر أتعرف على المستهلك وعرف عاداته وخبراته هواياته وتجربه أقدر أخدمه بشكل يتلاء مع احتياجاته الحالية والمستقبلية لو كنت حريص على ده تنتهي المحاضرة عند هذا الحد شكركم بحسن الاستماع وعلى أمل بلقاء جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته